نرفض كل أشكال التدخل بالشأن العراقي ونعمل على إنهاء ملف النازحين رسالتان وجههما رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من إقليم كردستان الذي يزوره لبحث عدة قضايا مع القادة الكرد أهمها استكمال الكابينة الوزارية وإعادة النازحين وحفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها استخدام الأراضي العراقية من قبل أي قوات أو أفراد خارجين عن الأنظمة والقوانين في الدول المجاورة مرفوض أيضا وهذه رسالة قوية أخرى وجهها الحلبوسي وهو ذاهب إلى سنجارة لزيارة معمد لالش لمشاركة الكرد الأيزيديين تقوس الاحتفال بعيد إيزي بالتأكيد النقطة المحورية التي تم تباحثها بين سيد الحلبوسي والرئيس البرزاني كانت مسألة تشكيل الحكومة والإسراء في تشكيل الحكومة أكد الرئيس البرزاني على أن التوازن يبدو أهم من تشكيل الحكومة وكان يقصد التوازن بين المكونات لكي لا تأتي حكومة عرجة أو حكومة ضعيفة وهذا ما أكد عليه أيضا السيد حلبوسي إتمام ملامح الحكومة الجديدة وحسم الوزارات الثمانية المتبقية قبيل انعقاد جلسة البرلمان المقبلة كانت على جدول زيارة رئيس البرلمان وخاصة حسم وزارتي الدفاع والداخلية التي تمثلان العائق الأكبر أمام إتمام الكابينة الوزارية النازحون وملفوهم الكبير حظي باهتمام بالغ فالحلبوسي يرى ضرورة أن يشرع مجلس النواب العراقي القوانين لتوفير متطلبات الحياة الكريمة وضمان عودة النازحين إلى ديارهم وكذلك تغفير فرص العمل وإعادة منتسب القوات الأمنية للمساهمة في حفظ الأمن بدون شك أن حكومة الأقليم مع عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها ولكن هناك كما تعلم صعوبات كثيرة أمام عودة النازحين إلى مناطقهم السابقة لأن هذه المناطق تفتقر إلى الخدمات على اختلافها من الصحة وخدمات بلدية وكذلك خدمات تعليمية زيارة استباقية قبل انعقاد جلسة البرلمان المقبلة يجريها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لاختيار ما تبقى من مرشح الكابين الوزارية وإنهاء ملف النازحين في الإقليم من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة